إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في قناة احباب الزراعة. معكم مواندر شادي توفيق. النهاردة هنتكلم عن مشكلة لحشرة مؤذية جدا. آآ ناس كتير عانت منها. والناس كتير يعني عايشة في عذاب بسببها. والناس كتير كلمتني عليها. لان هذه الحشرة بتصيب المنازل والتجمعات السكنية. وبتستهدف آآ مص دماء الانسان. آآ هذه الحشرة هي حشرة آآ بق الفراش. هي بتصيب آآ الانسان آآ بشكل اساسي ومباشر وهو العائل المرصود منها دائما. واذا لم تجده بتتجه آآ يعني فرعيا للقطة والكلاب واو الطيور. الا انه ازا حدثة مفضلة لرغبة الحشرة بين دماء الانسان واي حيوان اخر. فبالطبع هي تفضل دماء الانسان الشهية بالنسبة لها. وتسبب آآ وتسبب هذه الحشرة ضعف في جسد العائل وتهيجات جلدية. وعدم القدرة على النوم والانيميا وفقر الدم. واخر الابحاس الحديثة اثبتت انها ممكن تنقل بعض الامراض الفيروسية والطفيلية مثل مرض الشاجاس. وقد تسبب الوفاة للاطفال او كبار السن. بل ايضا قد تميت الاصحاء اذا تم تجاهلها لا قدر الله. واذا هاجامتهم بكثرة وتم اهمال مكافحتها. وقد سجلت حوادث موت كثيرة تسببت فيها حشرة بق الفراش. طيب تنتمي هذه الحشرة الى شعبة مفصليات الارجل وربة غشائية الاجنحة من فصيلة البقيات. ويوجد انواع عديدة من حشرة البق منها ما يتغزى على عصارة النباتات ومنها ما يتغزى على دماء الحيوانات. والنوع الذي يهمنا الان هو بق الفراش الذي يستهدف الانسان بصورة اساسية. الاسم العلمي اللي حشرة بق الفراش سي ميكس لاكتو لاراس. والاسم الانجليزي لها بيد باكس. وبعد ما تخرج الحشرة من البيض بتظل شهر ونصف تنسلخ كحورية. بتطع تنسلخ حوالي خمس مرات خلال الشهر ونصف ده. ثم تصبح حشرة بالغة. وتبدأ فورا في امتصاص الدماء. ولونها الحشرة البالغة بيكون ما بين البني المحمر الى الاحمر الى البني. ولا تطير. ولا تقفز. واصل طولها من تلاتة الى سبعة ملي متر. دورة حياة الحشرة حوالي اتناشر شهر تقريبا. وتتزاوج وتضع حوالي من متين الى خمسمائة بيضة خلال دورة حياتها. خد بالك من المعلومات دي عشان هتفيدك في المكافحة. طيب بتحط من متين لخمسمائة بيضة في دورة حياتها? اه. والمشكلة انها بتضع كل يوم حوالي خمس بيضات. يعني ما بتحطهمش مرة واحدة تيجي تلاقي لطعة. زي مسلا بعد زي دودة مسلا دودة القطنة او دودة اوراق البطاطا او كده. لا ده مبتليش لطعة. انت بتلاقي كل يوم تحط لك خمس بيضات كده في ايه? في حتة معينة. وهدي سبب الازمة اللي عملاها الحشرة دي. ويفقس البيض بعد حوالي خمستاشر يوم من الوضع. تتغزى الحشرة على الدماء كل سبعة ايام تقريبا. ممكن قبل خمسة ايام. تمام? يعني من خمسة سبعة. وتقوم الحشرة الوحيدة بحقن العائل بمادة مخدرة عدة مرات وفي عدة اماكن. تتمشي عليك الحشرة كده وتقط ايه? تجس النبض احسن مكان تاخد منه الدم. ثم تقوم بسحب الدماء في خلال خمس دقايق. تديك حقنة المخدر خمس دقايق تكون سحبة منك الدم. وكمية الدماء التي تمتصها تكون ستة اضعاف وزنها. يعني تخيل مسلا اه انت بتاكل انت وزنك مسلا ستين سبعين كيلو. تمام? انت بتاكل مسلا قد وزنك مسلا اه ستة ستة اضعاف وزنك. تمام? يعني بتخشي لك مسلا حوالي في ربعمائة كيلو اكل مسلا. تمام? يعني تخيل الكمية الدم اللي بتكون شارهة لها هذه الحشرة. طيب. اه وتنتج البيض بنجاح في متوسط درجة حرارة ما بين عشرين الى خمسة وتلاتين. يعني هي عشان تتكاثر. وتنتج البيض بتكون عايزة درجة حرارة من عشرين لخمسة وتلاتين ويكون في دماء متوفرة. تمام? يبقى من عشرين لخمسة وتلاتين درجة حرارة التكاثر. ومصدر للدماء. ويفقص البيض بنجاح عند درجة حرارة ما بين خمسة الى خمستاشر. تحضين البيض بيكون ما بين خمسة الى خمستاشر. عشان كده هي التكاثر بينتشر اكتر في فصل الشتاء. او في الاماكن البردة. وعلى فكرة هي منتشرة في اوروبا اكتر من المناطق الحارة. اه وتلاقي ان البيض محطوط فيه اماكن رطبة من مكان تواجدها. طيب لذا الانسة الوحيدة مخصبة قد تدمر البيت كله خلال اشهر بسيطة. لو انسة دخلة مخصبة ودخلت بيتك وانت محسيتش بيها وانها ما لا تتكاثر ومش متنظف ومش واخد بالك. في خلال اشهر بسيطة تمام? ممكن تدمر لك البيت كله. وممكن تظل الحشرة بدون دماء مدة ثلاث شهور. خد بالك من المعلومة دي انا بديك معلومات على اساس ان انت تعرف تكافح ازاي. تمام? ممكن البيت انت لو سفرت ورجعت بعد ثلاث شهور لو في حشرة هتموت. تمام? يعني لحد الاقصى لها ثلاث شهور ما تشربش دم تموت. وتفقد خلالها القدرة على الانجاب ثم تموت بعد هذه الثلاث شهور. ممكن ان تشم رائحة العائل وتستشعر حرارته على بعد خمسين متر. يعني مدى الاستشعارها لحرارة الانسان ونفسه ورائحة الدم من على بعد خمسين متر. وتنشط ما بين منتصف الليل وحتى الفجر. ثم تستوطن الغرفة التي بها العوائل. يعني طول ما هي شايفة مصدر الدم تفضل قاعدة لزقة في الغرفة ما تمشيش. تمام? وتنشط من منتصف الليل وحتى الفجر. عشان كده في ناس تقول لك كافح في الفترة دي. معلومات مهمة. احنا بناخد التركيب المعيشي والتركيب الفيسيولوجي والتركيب الحيوي للحشرة عشان تعرف ازاي تتعامل معها. تمام? طيب كيف استدل على وجود حشرة باق الفراش? هتلاقي تصحى من نوم كده وجود اصال ده غايت على الجلد هرمية الشكل. بشكل متسلسل. يعني ما هي ايه هرمية الشكل? يعني تحس ان الارصة لها فواهة بركان كده وبعدين نزلة لتحت. تمام? اللون اللي فوق الفواهة المكان الحباية اللي طلعه. اغمأ شوية من تحت. خلاص? وتكون متسلسلة بشكل متسلسل. يعني تلاقي ايه? ست سبع ايه ارصات جنب بعض كده. او على هيئة جمعات. زيان اللي انا قلت لك ايه? هي بتقرس في كزا حتة وتمص في حتة معينة. اه تاني حاجة الشعور بالحكة او الميل الهرش اثناء النوم كثيرا. او تصحى من النوم تلاقي وجود اه نقط دماء في ملابس النوم. طيب. اه رقم تلاتة وجود اصل بقايا فضلات الحشرات على هيئة بقع داكنة منقطة بين ثنايا المراتب والاسرة والملايات. الجناب بتاعت الاسفنج من تحت كده هتلاقي فيها فضلات دم كده صغيرة وفضلات الحشرة نفسها عملها على الجناب وتلاقي ايه? ليها رائحة بقى رابح حاجة تشم رائحة اه زي رائحة الكصبرة الزابلة. حول المراتب والسجاجيد. تمام? طيب. هنخش بعد كده على كيف تأتي الحشرة اه الى بيتك. كيف تأتي حشرة بقى الفراش الى بيتك. واحد عن طريق احضار الاثاس او السجاجيد المستعملة للبيت. وتحمل اه في خباياها اه بيض الحشرات او اليراقات او الحشرات الكاملة نفسها. رقم اتنين عن طريق احد الجيران الذي يكون بيته مصاب بها ومعاك لحد خمسين متر جار. يعني خد لي ست سبع بيوت كده مثلا على العل. ولو فيك ركيب او ممرات مظلمة بينك وبين الجار بتساعده على التنقل. طيب اه ايضا الغرف المظلمة والتي لا تدخلها الشمس بتساعد حشرة البقى على الانتشار. لذا يكسر في التجمعات السكنية ومساكنه العمال والسجون والملاجئ المصممة بطريقة غير مناسبة. لو في بعض التجمعات السكنية او الفنادق او السجون او اه مثلا التجمعات المسلا السكنية او السياحية او خلافه او ملاجئ اي شيء مصممة بطريقة مش معرضة للشمس القود مستخبية الغرف كده متدخلة في بعض ما فيه الشمس داخلها بتكون بيئة مناسبة لانتشار هذه الحشرة. اه قلنا كسرة الكراكيب والمفروشات التي لا داعي لها قد تكون بيئة مناسبة للتكاثر والاختباء. انتقال الحشرة من ملابس شخص مصاب لو قام هذا اه الشخص بزيارتك او انتقال الحشرة الى ملابسك لو انت زورت الشخص ده ورجعت بيها. عشان كده ناخد بنا. بعد كده اتقطت انتقل اه بعض عن طريق بعض الحيوانات الاليفة. ولكن بنسبة اقل دي اقل احتمال لان اصلا الحيوانات الاليفة زي القطة والكلاب وخلافها بتتغز عليها او بتتكون عائل عليها حشرة القراد. تمام? وليس البقى وحنبقى نعمل اه فيديو عن حشرة اه القراد بعد كده. طيب نخش بقى على المكافحة. مكافحة حشرة بق الفراش. اكبر غلط في مكافحة حشرة بق الفراش ان الناس بتفتكر انك تقدر تخلص من تلك الحشرة بانك ترش شوية بيروسول او المركب السحري اللي عاملاه الشركة الفلانية او المحل الفلاني واللي موجود بالسوق. وخلاص. والمهمة تمت بنجاح. موضوع مكافحة حشرة بق الفراش اكبر من كده بكتير. مكافحة حشرة بق الفراش بالذات هو موضوع متكامل. وخطوات بتكمل بعض. يعني تعالى نتخيل سويا كده ان مكافحة حشرة بق الفراش هي اننا عشان لوصل لنتيجة نرسم مربع. من اربع اضلاع. وكي يكتمل المربع لازم يلتحم كل ضلع مع اللزي يليه بزاوية قايمة. وبناءا عليه ما ينفعش اعمل خطوة واهمل الاخرى. تمام? يبقى المربع مش هيكتمل معاه. واللي يقول لك رش المادة السحرية والبقى هيختفي خلال يومين بتكون حسابات وخاطئة. البقى بيختفي اسبوع وبيرجع تاني بعد رش المادة دي. وبيرجع اشرس من الاول انه بيكون اخد مناعة. طيب. اعمل ايه عشان انهي بازن الله على باقي الفراش نهائي سواء كانت الاصابة لسه بدأ او كانت الحالة حرجة. بص خد قاعدة عندك كده عامة ان اي حشرة تنتص الدماء بتكون مناعتها قوية وشديدة الزكاء. لان الدم بيعطيها مناعة مكتسبة من نظام الساديات. وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى اعطاها الزكاء والادوات الطبعية المرتفعة التقنية للهروب والتحايل وانتهاز الفرص لامتصاص الدماء. لانها بتعامل مخلوقات زكية اللي هي الساديات. اللي لازم تكون هي في المهنة بتاعتها اللي هي مهنة امتصاص الدماء تكون يعني عندها البراعة والزكاء انها تأدي مهمتها. تاني قاعدة ان اي حشرة بتتغزع للدماء بتكره حاجة اسمها ضوء الشمس. لان خلايا الجسم المهيئة لانتصاص الدماء بتكون ضعيفة امام ضوء الشمس. وتسبب لها الاحتراق. ولاحز ان حشرات البق والبراغيت والنموز بتنشت ليلا وكلهم محبين للدماء. كلام جميل? كلام جميل. طيب. انا افحصت شقتي ولقيت البق منتشر في الغرف. والاسرة. والملايات. اعمل ايه? معلش بقى انت بص هتتعب معي شوية. بس ان شاء الله هنشتري راحتنا ونشتري شقتنا مرة تاني ونشتري عفشنا. تمام? اول حاجة لازم اعملها. وبالخطوات كده. اتخلص من الكراكيب ومصادر نقل العدوى فورا. الحاجات المستعملة او الحاجات القديمة او حاجات اللي هي جبتها من برا. او الكراكيب اللي منهاش لازمة. تمام? اتخلص منها. تاني حاجة هروح لاي محل مفروشات تجيب منه رول لفة مشمع بلاستيك شفاف. زي البلاستيك بتاع مشمع الغسيل العادي. ويكون خفيف مفوش مشكلة. ودي اهم حاجة في الخطوات بتاعتنا لانك لو ما جبتوش مش هتتم المهمة بنجاح. بعد كده بروح اشتري بخاخة. واجيب لبس الامن والسلامة من جلافز او قفازات وكمامة وبلطو. تمام? وحعطيك اس مبيد مبيد هتستخدمه في المكافحة. واخد بالك المبيد خطوة من ضمن الخطوات وليس حل نهائي. هتجيب بخاخة زي ما قلنا تكون تسعة لتر. معها هتحط المعايير دي. هتملى نصها بكروسين اللي هو الجاز الابيض. ونصها الاخر بالديزل او السولار. اللي هو الجاز الاصفر. وهتضع يعني انا عايز كوريسين عشان يبسهل الانتشار. وعايز سولار عشان يعمل عملية تثبيت للمبيد. هتخلطهم مع بعض. وهتضع ميت ميلي لتر من مبيد الكولوروزان. ومية وخمسين ميلي لتر من مبيد الديازانون. ومية ميلي لتر من مبيد اللمبادة. كل الحاجات دي تروح تجيبها من محل المبيدات. وتخلطهم جيدا. خلاص اكتب بقى المخايز دي وخليهم على جنب الوقت. اول حاجة بقى هعملها اروح جايب السجاجيد اللي عندي. تمام? افردها وهروح ارش عليها المبيد ده. وانا بعد ما رشتها من الوش ابتدي ابرومها. وانا ببرومها ولفها ابتدي ارشها تاني بالمبيد. وبعد كده اغلفها في كيس البلاستيك الشفاف. تمام? اقطع حتة اكياس كده واروح لففها حوالين كل سجادة. تمام? واقفلها يعني بحيث ان ما فيش المبيد اللي جوه ما يطلعش من آآ جوه السجاد. وفي نفس الوقت ما تتعرضش للهواء الخارجي. تمام? واروح واخدها ومطلعها في الشمس لو اقدر. تمام? فوق السطح مثلا. او في حديقة الفناء بتاعي. تمام? آآ وما افتحهاش لمدة خمستاشر يوم. يبقى السجاجيد تغلف وتوضع في مكان مشمس لمدة خمستاشر يوم. وبعد يوم بعد خمستاشر يوم اخسلها آآ في المخسلة او في تمام? او اخسلها لو انا عندي مكان اقدر اخسل فيها اخسلها عشان اتخلص بقى من الريحة. طيب. حاجيب المراتب. واخسلها غسيل مبدئي بالصابون. فوق السطح بالشمس. عشان ابتدي اوقع الاشيل الدماء اللي على المراتب ويبقى الفضلات البق والبيض اللي هو ممكن يكون من الخارج او كده. طب في بيض في الداخل ويبقى هنتكلم بقى النقطة التانية بقى. يبقى انا هاخسلها غسيل مبدئي بالصابون. تمام? وفوق السطح في الشمس. او في آآ في الفناء الخارجي للحديقة او امام المنزل او اي مكان فيه دخل الشمس. تمام? ثم بعد ذلك ابتدي ارشها بنفس المادة اللي انا اقولت لك عليها نفس الخلطة. وابتدي اقفل المراتب بمشمعة برضو. اعمل لها آآ مقاس على قد المراتب وابتدي اقفلها مسلا بدبابيس اللي هي الدباسات بتاعت الوراق العادية دي. واحكم الغلق واسيبها برضو لمدة خمستاشر يوم. طيب ايش معنى يعني احنا خمستاشر يوم? اقول لك يا اخي ما احنا مش قلنا ان البيض بيقعد خمستاشر يوم لحد ما يفقس. عشان تكون اخر بيضة موجودة اتحرقت. تمام? والبيض بيقس من اربعتاشر لخمستاشر يوم. فانا بديك يوم زيادة. تمام? وكده كده هنكون قضينا على الحريات والحشرة البالغة. بالنسبة للملابس والبيضات والملايات هتاخد كل الملابس والملايات والاقمشة اللي عندك وتغسلها في الغسالة بصبون وماء ساخن. خلاص مدام دخلت الغسالة حاجات اللي هتقدر تغسلها في الغسالة بصبون وماء ساخن نغسلها. وتنشرها في الشمس. ودي مش محتاجة خمستاشر يوم. بعد كده بتطبقها وتحطها في مكان آمن. ما يكونش مصاب. يعني ما ترجعهاش المكان الاصلي الا بعد خمستاشر يوم. تمام? طيب. ندخل بقى على الاساس المكتبي والاساس الخشبي. هترش الاساس الخشبي والمرائم بنفس المبيد السابق بالبخاخة وتتركها لمدة يومين دون فتح. ومن تنساش ترش السكل والجوانب بتاعة الغرفة. والغرفة اللي ترشها هتقفلها ومتدخلهاش الى بعد يومين. وان شاء الله ما تقلقش لو آآ في بيض ولمس الجاز بيتحرق ان شاء الله لان هو على الخشب هيبقى واضح شوية. تمام? مع الريحة ومع الاحتباس هتبقى كتمة قوية جدا. طيب. آآ ندخل على الارضيات ودي هتكون بعد رش الخشب بساعة وللشقة كلها. هتنظف او نسيق الارضيات بالمياه حوالي خمسين لتر مية. يعني هتجيب زي درميل كده او بمعيار انت هتعمله المهم يعني الحزبة دي عشان ايه لو انت زود تزود اللي هي المقييس المبيد معاك او كده. هتخط خمسين لتر مية ولتر صابون سائل وخمسة لتر كيروسين ومية ملي لتر من مبيد الديزينون وتسيق بها. تمام? طيب. ايه هتسيق ازاي بستخدام طرق التنظيف المعتادة. المهم كل ركن من ارقان الارضيات والجوانب يوصل له المبيد. او يوصل له مياه التسيق. طيب. ولو تقدر تسيب شاقتك يومين سيبها. مفيش مشكلة. عشان بس نتخلص من الحشرة وما يتسبب لك امراض مثلا او اضرار على الرئة. طيب. بعد خمستاشر يوم ان شاء الله تفتح السجاجيد والمراتب وما تنساش تخسلهم غسلة خفيفة تانية عشان اصار المبيد. تمام? وتبتدي تفرش شاقتك بازن الله ومش هيكون في اي اه اثر لحشرة البق نهائي. طيب خد بالك لازم كل الخطوات دي تتم مع بعض ولو نزفت غرفة وتركت اخرى ولا كأنك عملت حاجة. ولو تركت سجادة او ملابس او قطعة اثاس مصابة مع الاجتهاش برضو نفس المشكلة. ولا كأنك عملت حاجة. لازم تأخذ كلها. ولو في فندق او مساكن مجمعة تعالج دور دور. كامل. يعني دور تنهي وتخش على الدور اللي بعده. وتكون من فوق لتحت. المعالجة تكون من فوق لتحت. طيب. وان شاء الله لو طبقت الخطوات السابقة مش هتلاقي ولا حشرة ولا بقاية تاني بالمنزل. او الفندق او التجمع السكني. واحد راح كاي سألني قال لي طيب بعد المجهود ده ممكن البق هيرجع تاني. ممكن يرجع لو قررت نفس اخطائك حضرتك الاولى بان ات جبت عفش قديم او عفش مستعمل او عفش مصاب. تمام? ويجب ان تحذر جيرانك ان او من يتردد على بيتك بمعالجة منزله من تلك الحشرة. ان لو جارك. عنده حشرة ممكن تتنقل ليك تاني. وايضا نزف او لو جارك بيخش لك. تمام? اه وهو عنده اصابة برضو ممكن تتنقلك تاني. تمام? يبقى لازم برضو تساعده ان انت برضو تقول له تروش ازاي? وان انت تروح تساعده وتروش معاه? وانتو اللي اتنين اه مع بعض كده عشان ايه? ايه? مفيش اي مشاكل. اه تتنقل من الجار للجار. ودي حتى يعني حتى لو روحت ساعدته ببلاش يا اخي. يعني النبي عليه السلام وصع على سابع جار. ارضو ما تنساش الحيونات الاليفة ما تنزلش اه في اماكن مصابة. يعني لو نزلت بيها تبقى في اماكن ما فهاش اصابة. تمام? طيب. واحد قال لي انا عالجت البق وجاري لسه سايب منزله ورافض نصحتي ورافض ان انا حتى اجأ ساعده ان انا اروش معاه البيت وسايب منزله موبوء ونصحته وما فيلش اي شيء وعملش اي حاجة ورافض الفكرة نهائية. يبقى الحال انك هتضع بضرة زي نوع من البضرة اسمه اكتاثيون. تمام? بينك وبين بلكونة الجار. فبتحرك جسد الحشرة ازا حولت المرور من اه الجزء الخاص لجارك او من بلكون الجارك لي بلكونتك. طيب. وحتحط نفس البضرة عندما داخل الشقة وعلى عتبة الباب آآ الخارجي لك. وكل اسبوع بقى تخسل الارضيات ومنوظفات تحتوي على الكولور الخام. ولو لقيت اصابة تاني لقدر الله حط المبيد. تمام? وبعد الكروسين. بس انت ممكن ايه كل اسبوع تنظف لو جارك عنده اصابة. نظف وانت الحمد لله خلاص تمام? نظف بالكروسين والكلور مع مية التسيق. المهم ان الحشرة تنفر من القدوم لمنزلك. ولا تشم رائحة الدماء في بيتك. والله يعين الجميع على التخلص من تلك الحشرة السيئة. انا باعتبرها دي بلاء او مصيبة لو حلت في بيت ما لقدر الله. وللاستفسارات كلمونا على الايميل وان شاء الله نحاول نجاوبكو. كان معكم محمد الشاري التوفيق من قناة احباب الزراعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.